ومثل العادة كل نهار سابت أكيد نحبنا نتعرف على أحوال الطقسنا كيف حتكون بها تماما يا رشال نتعرف على أحوال الطقس معنا اتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي حسان الجردي سعد صباحك أستاذ حسان صباح الخير سعد صباحك يا هلا صباح الخير أهلا صباح الخير خبرنا عن أحوال الطقس لليوم أو للأيام القادمة دكرة معينة بالنسبة لأحوال الطقس خلال 24 ساعة القادمة صباح المطرية مستمرة بالساحل السوري بالشمال الغريبي بأغلب المناطق على امتداد الجغرافيا السورية كان فيه طولات منذكرة بعض الهطول على سبيل المثال الحصر بمحافظة طرطوس تقريبا 3 ملي متر ببانياس 4 ملي متر بالشمال بحلب 8 بإدلب 2 الركبة 6 طل أبيض 3 بجرابلوس تقريبا 2 ملي متر الهطولات مستمرة وكانت بأغلب المناطق نذكرنا بعض الكميات على سبيل المثال لاستعنى على البلاد تحت تأثير امتداد مرخفة جو سطحي عم ترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو البدية بشكل عام الأجواء عم تكون غائمة جزئيا إلى غائمة ماطرة فوق أغلب المناطق والهطولات عم تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرادية وحبات البرد خاصة بالمنطقة الساحلية درجات الحرارة تميل الانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه القترة من السنة والرياح بشكل عام عم تكون جنوبية غربية بأغلب المناطق بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بالجزيرة والمنطقة الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع حبات تتجاوز ببعض الأحيان الـ 50 كم بالساعة خاصة في المنطقة الساحلية والبحر متوسط إلى خفيف ترتفاع المطر الآن بشكل عام تستمر عنها بفرص الهطول المطري وحالة عدم الاستقرار بدل المرابق معنا تقريبا تلتهايد الأسبوع بس نهار بكرة تبعث فرصة الهطول وتكون تحديدا بالساحة السورية على شكل هطولات محلية خفيفة من البطر والأجواء بشكل عام تكون أجواء غائمة جزئيا بأغلب المناطق وفرصة الهطول راح تكون نهار للأحاق والإسنين بالساحل السوري تحديدا درجات الحرارة تكون أعلى من المعدل بقليل خلال ساعات الليل الأجواء الباردة بتكون نهار موقف بأغلب المناطق يحجر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر ببعض المناطق الداخلية على إنهار الثلاثة والأربعاء بترجع بتستمر معنى فرص الغطول المطري والأجواء الهاتف المناطقية إلى غائمة معطيرات نفقت حتى نهاية الثلاثة ولكن بكث الحالة الجوية ينهار أحد والإسنين بتبسدها ديومي الثلاثة والثلاثة بهطولات تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرادية بالساحة السورية والخفاض بدرجات الحرارة لترجع الحرارة تكون قريبة من المعدلات لما في هذه الفترة من السن بلاحظة نحن بهذه الحالة بعدم الاستقرار أنه بحيث في هطولات مطرية وفي حالة بعدم الاستقرار ولكن الأجواء عم تكون أجواء دافئة ومقبولة نوعا ما خلال شعات الأجواء الباردة وهذا التحذير من تشكر الضباط ببعض المناطق الداخلية نتستقر الأجواء بشكل فائلي حتى نهاية هذه الأسلوعية ومسرمية القادمة تتحول الأجواء إلى أجواء غائمة جزئيا وحرارة بسطول أعلى من المعدلات بقليل وأجواء غاردة بالليل واحتمال تشكر الضباط دائماً من هذه الأوضاع من تحذر من تشكل سكيول تحديداً بسطول أجل الشمال الغربي بالمناطق المنخفضة بالوديان نتيجة غزارة الهطل المطري ومن انخفاض مستوى الرؤية الحقوقية بسبب تشكل الضباط في بعض المناطق الداخلية أما درجات الحرارة المتوقعة بدءاً من العاصمة دمشق لليوم 16-8 وقلمون 10-3 درعة 16-7 القنيطرة 12-6 منطقة الوسطى 5 وحماء 15-8 منطقة الجزيرة 16-7 ساحل السوري اللادية وطرطوس 20-15 حلب وإدلب 15-8 بدير الزور الرقة البوكمال 17-8 بالبادية السورية مدينة 14-6 بدنا نتشكرك أستاذ حسان على المعلومات التي قدمتنا ياهو بقية الحار حلو لإلك شكراً لإلك أستاذ حسان والله يبعط الخير دائماً لسوريا ولكل المناطق ولكل المناطق